من يوم ما دخلنا جوردن المعمودية ونحن مخصصين لله مدشنين النهاردة لما الأب البطرياركا أو الأب الأسقو بيدشن أواني المسبح إذن هذا المسبح مخصص لله وهذه الأواني مخصصة فقط لله يعني لا يفعش حد يبقى الأواني خاصة بالمسبح ويستخدمها استخدام آخر يعني هي فقط مخصصة لخدمة الله هكذا أجسدنا لما دشنت بالمعمودية لكن هل إحنا بنفتكر ده؟ هل أنا أفتكر أن الإيد دي إيد ربنا فما ينفعش تتمد بشيء يعني لا يرضي الله هل أفتكر أن العين دي عين ربنا فأنا ما ينفعش أن هي تشوف أمور ما ينفعش أشوفها هل هل حاجات كثيرة جدا ممكن نسألها لنفسنا هل إحنا مدركين أن أجسدنا هي أجساد مدشنة أو أجساد مخصصة لله؟ مش عارف تعالي نسأل أكتر ونعرف أكتر لكن نسمح لنا نرحب بضفنا اللي بنورنا النهاردة أستاذ مدحة فؤاد الخادم بكنيسة القديس أسانسيوس الرسولي بالعاشر من رمضان أهلا بحضرتك أهلا بيك فندم ننورنا خلينا قبل ما نبدأ كده تأملنا ونشوف إزاي ممكن فعلا نتعامل أن كل جزء فينا وفي جسدنا هو مخصص ومكرس وهو لله وهيكل لله نسمع الجزء ده من رسالة معلمنا بوليس الرسول الأولى لأهل الكرونتوس ونرجع نتعامل فيه أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله أجسادنا هيكل روح القدس أنا برحب بحضرتك مرة تانية وخلينا نبتدي بالفكرة اللي بيتكلم عنها بوليس الرسول هنا وهو بيقول أم لستم تعلمون فهي فكرة أنه بيغيب عن عينينا أحيانا كتير النقطة دي وبنتعامل أن كل حاجة فيها دي ملكي أنا مش ملكي ربنا وإزاي الفكرة دي لما بتغيب عن عينينا بتوصلنا للشر أو أن جسدنا ما يكونش سوكنا لهيكل أو هيكل لروح القدس تمام وحضرتك برس رسول بتكلم أن الجسد ده مش عايز يعني عايز يوصلنا فكرة أن الجسد ده مش ملكك روحك مش ملكك إيدك مش ملكك عينك مش ملكك كل حاجة ملك الله فكلمة هيكل الله يعني كلمة أنت قديس كلنا قديسين ومفهوم القدسة مش أنا أعمل معجزات مفهوم القدسة أن أنا مخصص للرب زي أواني مقدسة مخصصة للمسبح فأنا بقيت هيكل لله فما أنفعش أخذ جسد اللي هو هيكل لله وأعمل به أعمال لا ترضى الله والذين يعيشون في جسد لا يستطعون أن يرضى الله اللي عايش في الجسد ما يستطعش أنه هو يرضى ربنا فعشان أرضي ربنا لازم أعرف أنا مين أنا هيكل الله المقدس عيني مقدسة إيدي مقدسة فكري مقدس حياته كلها ملك الله مغودش أنا حرية بتاعتي أنا ملك نفس لا أنت مش ملك نفسك أنت ملك الله نفسه جسدك مش ملكك روحك مش ملكك كل حاجة مش ملكك كلها مقدسة لله فما أنفعش أخذ إيدي واستخدمها في الغلط عيني أنظر بها نظرة شريرة طريق أمشي فيه لا طريق الرب معروف فالذين يستطعون يعيشوا في الجسد ده لا يستطعون أن يرضى الله فالإنسان لازم يعيش مع ربنا أولا حده هيقول لحرارتك يعني يمكن الكلام اللي حرارك بتقوله ده يجوز مثلا على راهب كرس حياته لله أو نظر حياته لله لكن أنا ما نعايش في دنيا وعندي مشاكل وعندي وبتخانق وبأشتغل وبروح وباجي فإزاي أعمل ده تمام حضرتك طبعا لازم أعرف أنا مين الله اشترانا ده من يعني ثمن سمين جدا جدا لازم أعرف أن أنا مقدس في الرب لازم أعرف أنا نفسي مين أنا ما بقيتش لو أتد عبد أنا بقيت ابن بقولت أبانا الذي في السموات بقيت ابن فكلمة ابن ده فأنت ابن الله ابن مدلل ابن لك علاقة مع ربنا ما كانش فيه علاقة بينك وبين ربنا مش هتعرف تعيش أي عمل تعمله لازم تقدم ربنا الأول أي شيء تعمله لازم تقدم ربنا لازم يكون فيه علاقة قوية بينك وبين ربنا استشير ربنا في قليل عشان ربنا يقدر يساعدك لكن إحنا من اعتمد على أنفسنا من اعتمد على أجسادنا من اعتمد على حاجات كتير جدا في حياتنا غير الله فعشان كده حياتنا كلها في حزن في كآبة صحيح أن خلقنا في العالم وخلقنا في مشاكل وحاجات كتيرة جدا جدا لكن إحنا بنطلم ربنا أنه هو يحفظنا من الشرير فعشان كده عشان نعيش لازم نلتسق بربنا التساق كامل روحانيا وجساديا ونفسيا مجدوا الله في أجسادكم يعني فكرة أني أدي المجد ربنا لكن في نفسي أو في جسمي أيوة يعني أنا أعمل ده إزاي إزاي أنا أكون سبب أن الناس اللي قدامي والحوالي واللي بشوفهم واتعامل معهم كل يوم فعلا يشوفوا فيي صورة المسيح ويقولوا أن أنا ابن للمسيح يرون أعمالكم فيمجدون أباكم اللازم في السماوات حضرتك كان فيه واحد مريض وخادم راح يزوره فيعني مسك الإنجيل فقعد يقال له استنى أنا عايز أكل فرح أجاب له صندويتش يمسك الإنجيل يا رأى استنى أنا عايز أشرب فرح أجاب له يشرب استنى أنا تعبان ريحني سنده كده وريحه فقال له استنى مرأة جيد قال له خلاص أنت أريد كل اللي في الإنجيل عملي بقى عملي كنت جعان فأتعايتوني عطشان فساقايتوني مريدا فأزورتموني فأنت بتعمل العمل ده عمل الله في أجسادك بتعمله فهو أن إحنا إزاي نعمل عمل ربنا ده أولا لازم يكون فيه التصاق بينه وبين ربنا الأساس بتاعنا اللي هو الوصية العظمى لربنا عشان نقدر ننفذ الكتاب المقدس من أول كلمة الأخر كلمة هي وصية لو أنا عملت بيها عملت بالكتاب المقدس كله الوصية العظمى هي حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك وكل قدرتك فما تحب ربنا فيه علاقة قوية بينك وبين ربنا هتعمل أعمال ربنا يرون أعمالكم فيمجدون أباك وملازم السماوات إزاي يمجدوك من غير أعمال العيزة الصمتة دي أكبر عيزة يمكن فيه ناس كتيرة جدا يعني تحولت بسبب العيزة الصمتة أعمال كان فيه واحد دكتور رح السعودية فقالوا لا أنت ممنوع من الكلام ممنوع من أي حال خالص المهم في السياق أن أنت ما تتكلمش في أي حال خالص فالمهم يعمل أعمال خير يعمل أعمال المسيح فلقوا فيه صورة المسيح فكل الناس انجذبت لي انجذبت بالأعمال مش بالكلام صحيح يرون أعمالكم فيمجدون أباكم الذي في السماء لكن الآيات النهاردة بيقول اشتريتهم بثمن إزاي إن الإنسان يفكر في الجزئة دي كتير وإن هو مش رخيص في نظر ربنا وإن هو مدفوع فيه دم كتير ومدفوع فيه إن الله ينزل من السماء ويتجسد إزاي الإنسان يفكر في هذه الفكرة أوقات الإنسان بيقس من حياته ويعني بيتفه من نفسه ويسفه من نفسه جدا ولدرجة إن فيه ناس بتعمل أعمال غلط من درجة أنه ينتحر يعني فإزاي الإنسان يفكر في الجملة دي كتير وشتريتهم بثمن وحضرتك هنعملها بمثال بسيط جدا جدا واحد اتحكم عليه بالإعدام ورايح يتشنق خلاص اتحكم عليه بالإعدام فيجيه واحد تاني قاله لا أنت أنا هشين مكانك العقوبة بتاعتك وههموت عشانك دايبة بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا فالسيد المسيح عمل كده أنا اللي اتعاقب فربنا شال عقوبتي شال خطياي على العود الصليب فدفع فيي تمن غالي جدا 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 تمن سمين ما ينفعش إن أنا أهضره ما ينفعش إن أنا أقل من قيمتي لا ده أنت ابن الله روح الله ساكن فيك روح ربنا جواك فما يكون ربنا جوا قلبك جوا حياتك جوا كيانك جواك من جوا الموضوع يختلف فلازم تعرف أنت مين أنت ابن الله أنت ابن الملك أنت ابن الله الحي ليك كلمة مع ربنا ليك دلالة عند ربنا ده أنت مدفوع فيك تمن غالي جدا 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 تمن فيه صغر نفس واحد يقول لك تاب أنا بعمل خطايا وبعمل حاجات كتيرة وانا 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 تمن ربنا فاتح باب التوبة فاتح باب الزراعي فاتح كل شيء عشان ترجع ليه والتوبة حقاقية يمكن النقطة بتاعة الإصحاحة والجزء اللي هنتكلم عنه ده إن الجسد ده بخدني للحياة الحياة الشهوة والضلال وحاجات كده لكن ربنا يقول لك لا قدس جسدك قدس فكرك عيش بحياة الطهارة عيش بحياة الفكر النقي وعشان عيش بحياة الفكر النقي لازم ألتسك بربنا يمكن النقطة اللي النهاردة اللي عايز أوصلها عشان تعيش بحياة النقاء لازم يوميا تقرأ الكتاب المقدس لازم يكون فيه علاقة بينك وبالربنا يمكن احنا نعرف الخطيئة الخطيئة أي كدب شتيه محلفان ده اسمها صورة الخطيئة لكن معناها إيه البعد عن الله البعد عن الله هو موت وبقرأة الكتاب المقدس تكون دي رسالتنا النهاردة لنسمع صوت الله لنا من خلالها وبشكر حضرتك نورتنا أستاذ متحد فؤاد الخاني بكنيست القديس أسانسيوس الرسول بالعشر من رمضان شكرا شكرا حضرتك جدا ولسه معاكم وهنفتح موضوع النهاردة مهم جدا العربيات أسعارها عمالة تغلى 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 كتير جدا تقول له السبب يقول لك ما فيش رقائق ايه موضوع الرقائق ده بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر